السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي خريطة الملاجئ اللي موجودة في اليابان الحكومة عمليها بحيث لو انت موجود في اي مكان تقدر ان انت يتتجه لأقرب ملجأ وتحتمي بيه لحد مع رجال انقاذ يجو وينكسوك الملاجئ عادة بتباتلت انواع في نوع عام موجود في الشوارع لو حصل اي حاجة اي حد قريب من الملجئ ده يقدر انه يحتمي بيه وفي ملجئ اسفل العمارة وفي ملاجئ بتكون غرفة في قلب الدور بحيث ان لو حصل اي حاجة كل واحد يتجه ليه ارب غرفة ليه مع الحكومة اليابانية بنبيها ان في بعض الملاجئ ممكن تكون مقفولة يعني بيكون في شخص مسؤول عنها تمام يا هم ملبيين كده تمام الياباني بيقول كده ليه لان ممكن الناس كترة تقعد فيها وهي بش محتاجة وده ممكن يعمل مشكلة لما يحصل اي زلزال من ضمن الحاجة المهمة انه يكون الملجئ مهيئ للحماية وكون في وسائل المية والاكل ويكون فيه وسائل اتصال بحيث تقدر تتواصل مع رجال الانقاذ ويكتبين في قلب الموقع لو انت حسيت ان الخطر عبارة عن مثلا انت سونامي او موجة عالية او في مشكلة مية حاول ان انت يعني الدولة بش موضوع ملاجئ موضوع ان انت توصل لاعلى الارتفاع نشوف اطول عمارة عندك وتطلع فيها لحد ما المية تبقى تنتهي الموجة بتاعت المالية تقدر تحتمي بيها لحد ما المشكلة تخلص وبعد ما المشكلة دي تخلص حاول ان انت تتجه لمكان قامن بش مركز اخلاق او ملجأ حاول تروح لقرب صديق او حد تعرفه اشتركوا في القناة